أعلنت المفوضية الأوروبية تعليق كل عمليات تمويل الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروى حتى نهاية شهر فبراير القادم وذكرت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر وأن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية سوف تستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة وأضافت المفوضية أنه في الوقت الحالي لا يتوقع الاتحاد الأوروبي صرف أي تمويل إضافي للأنروى حتى نهاية شهر فبراير المقبل في حين ستحدد المفوضية الأوروبية قرارات التمويل المقبلة للأنروى في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في الرابع والعشرين من يناير الجاري والمتعلقة بتورط بعض موظفي الأنروى في هجمات السابع من أكتوبر